بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد سيد الخلق أجمعين فيديو النهاردة إن شاء الله فيديو ممكن يكون منكز لك في حالات الطوارئ وممكن تتفادى حالات نفوء وحالات وفاة كتيرة ممكن تحصل عندك في المزرعة وفي القطع بتاعك طبعا إحنا مش بنقول إن إحنا خبراء ويدكاترى بيتريين ولكن إحنا بنقول إحنا هنحاول إن إحنا نتفادى الخسارة الكبيرة لغاية لما الطبيب البطري نتواصل معاه أو هيجي يكشف على القطع بتاعنا لما يجي يحصل أي مرض أو يجي يحصل أي مشكلة عندنا في القطع بتاعنا طبعا في بعض الأمراض وفي بعض الأعراض اللي ممكن تحصل على القطع بتاعك مش مستهلة طبعا دكتور بطري طبعا دي بتبقى موجودة به الخبرة زي ما حضرتك مش أي مرض بيجي فيه الإنسان أو البني أدمين سيادتك بتروح على طول بتكشف يعني فيه حاجات بتبقى بسيطة الناس كلها عندها خلفية بيها وعندها خلفية بيه علم الأدوية عشان نخش في الموضوع على طول أنا هقول لك النهاردة أسماء الأدوية اللي المفروض تبقى موجودة عندك في المزرعة ويهي هحاول قدر الإمكان يعني أنا جايب منهم أدوية جديدة وطبعا معايا الفاتورة بتاعتهم فأنا هقول لك بالأسعار كمان بتاعت النهاردة تمام هنقول يعني كل دواء كده الإسم بتاعه وإيه هي الفايدة بتاعته ومش هنخش في التفاصيل بتاعته قوي ولكن بنقول إن هو لازم يبقى موجود عندك في حالات الطوارئ رقم واحد رقم واحد عندنا حاجة دواء اسمه اسمه الدفلام دواء اسمه الدفلام تمام طبعا الأدوية بتاعت الطوارئ كلها هتكون بالحقن فطبعا هنعمل فيديو إن شاء الله لطريقة الحقن ليق الوريد وتحت الجلد ويق العضل تمام الدفلام ده هو مكتوب لك إنه هو مضاد للالتهاب ومسكن للآلام وخافض للايه وخافض ليق الحرارة طبعا أي سخنية بتبقى موجودة عندك في القطيع يعني عندك نعجة عندك خروف في جزة على سنانه وإنت استرود رجل الحرارة لقيته سخن هتبدأ إن انت تديله على حسب الوزن بتاعه هتبدأ إن انت تديله الدفلام ده حقن يعني حقن بالعضل تمام بس كده هتلاقي الحرارة معاك نزلت لغاية طبعا لما الطبيب بيبدأ إن هو يقولك الرشدة بتاعته أو يجي يكشف عليه أدي أول دواء لا غنى عنه الدفلام رقم اتنين دواء تاني اسمه الجنطة ميسن دواء تاني اسمه الجنطة ميسن تمام اوه جنطة ميسن مضادة حية وواسع المدى تمام ونفس الكلام بيبقى حقن الجنطة ميسن ده ممتاز جدا فيه الحالات بتاعت التهابات الضرع والتهابات الرحم ويه كمان لما يكون عندك مثلا التهابات احتباس في البول عندك التهابات في المجال البولية الكلام من ده كل تمام الجنطة ميسن ممتاز طبعا في حالات الخراريج لما يكون فيه خراج الجنطة ميسن ممتاز جدا تمام الجنطة ميسن وضد ضحايا وواسع المجال طيب بعد كده عندنا حاجة اسمها التترا لونج التترا لونج المادة الفعالة بتاعته تحت اسمه اكسي تترا سايكلين 20% اللي ايه يعني لونج اكتنج يعني طويل مفعول فيه اسماء كتير قوي يعني انا جايب عينة بس يعني على حسب اللي بلاقيه بجيبه تمام ده اسمه تترا لونج اللي هو اكسي تترا سايكلين الاكسي تترا سايكلين ممتاز جدا في حالات الخراريج تمام يعني اي عدوة موجودة عندك في الجلد بتبقى ممتاز جدا نفس الكلام بيبقى زي الجنطة ميسن فيه حالات اللهم صلى لحضرة النبي حالات اللي هي التهابات الدارع تمام ويه مهم قوي في حم النقل يعني الاكسي تترا سايكلين احنا بنديه قويقاية في حالات الحم بتاعت النقل حم النقل وطبعا من الحاجات برضو اللي بيعالجها حاجة زي البروسيل طبعا البروسيل ما لهاش علاج ولكن هو ليه تأثير عليه خد بالك ان المضاد الحي والاكسي تترا سايكلين احنا بنقول عليه بكتيريوستاتيك بكتيريوستاتيك يعني مثبت يعني يعني بيسبت النمو بتاع البكتيريا كل جرعة pearl Но clearly won't win it طبعا الاكسي تترا سايكلين في حالات حم النقل كجرعة لم ضيد الحياة يعني القطيع عندما ببيبقاش في اي اعراض أصلا ولكن انا بدي طبعا احسا نقل هنا لن utmost isli real compra ايضاف young worms خراريج برضو بيكون ممتدا وبيجيب معي نتيجة كويسة جدا oxyt Championships طويل مفعول مفعول 15% اخذ بالك ان الدواء ده هتلاقيه مستورد وممكن مش هتلاقيه في اماكن كتير يعني انا هاجبلك البتاع بتاعته اهو بص كده بص هنا الدواء ده اهو الورجن بتاعه سبين برشلونة سبين يعني دواء اسباني تمام ده برضو من الادوية الامنة جدا في اسناء العشوار يعني عندي نعج اجالها مسلا دمعة بتكح بتعتص بيجيلها اي حاجة من الحاجات دي تمام انا لا اقمن الا غير البنسلين اللي هو الانفي موكس ده عبارة عن بنسلين المادة الفعالة بتاعته اهو فين 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 بسم الله اهو بص كده بسم الله اهو اموكس سل تمام كده اهو يقولك كل من اللي بيحتوي على اموكسسلين اموكسسلين يعني بنسلين خلاص يعني ده دواء بيتكون من بنسلين وقلنا قبل كده ان البنسلين ده اقمن مضد حيوي النعجة تاخده والمازة تاخده اسناء العشوار تمام يبقى الامفي موكس طبعا اي حالات بقى حالات مثلا هي ابرسبيراترو يعني مثلا عندك التهابات مثلا في الجيوب الانفية عندك التهاب مثلا في العين في دمعة في كحة نفس الكلام في الخراريج نفسك فاهم قصد ايه الامفي موكس انا جايبه عندي في المزرعة للموليد الزغيرة والحاجة التانية بديه طبعا لأي ام عندي عشار لا اقمن لأيهم ضد حيوي غير الامفي موكس فقط تمام طيب بعد كده الكسي كافو الكسي كافو ده ده عبارة عن مجموعة منها الفيتامينات تمام فيتامين ب12 مش عارف ايه كلام من ده برضو نفس الكلام ممكن تدي وبيبقى طبعا فتح للشاهية بنيديه طبعا للأمهات العشار في الفترة الاخرانية بنيديه للقطيع واحنا بنحضره ليه العشار بندخد نعجة مثلا للخروف عشان نسبة التوقامة تعلى خروف مثلا الشاهية بتاعته مش كويسة كان عندك مثلا جرف القطيع والصوف بتاع القطيع مثلا كان بيقع او الشعر بتاع الميز بيقع مثلا ولا حاجة ده عبارة عن نقص في الفيتامينات والاملاح المعدنية ابدأ احقن الكسي كافو وابدأ اضبط القطيع بتاعه طبعا الالكسي كافو احنا بنستخدمه دايما مع الليفافلوك او ليفافلوك ده مستحضر تمام؟ ده تجريع الديدان ده تجريع ددان ممتاز جدا الصراحة وشغل به من ساعة ما فتحت تمام؟ ليفافلوك فوق الممتاز بس طبعا انا ما بستخدمش الليفافلوك للعشار انا دايما النعجة العشر والميازة العشر انا دايما احضرها فيتامينات وتجريع ديدان وكل حاجة قبل ما ادخلها للعشار بحيث ان النعجة لما اتعشر تمام ما احتاجش ان انا اجرحها خلص تمام فانت لازم يكون في عندك سيستم بحيث ان النعجة لما تيجي تخش عشر ما تلاقيش بقى ده النعجة عندها ديدان ده النعجة سفيفة مني ده النعجة ظهرها فاضي ده عندها ديدان ده انا شفت الدودة نزلة في البراز بتاعها ده انا محتاج ان انا اجرح طب التجريع بقى في مشكلة على العشار وهيموت نعمل لها البروتوكول العلاجي بتاعها ان انا جرحها ديدان واقص لها الصوفة بتاعتها والضوافر بتاعتها وجرحها وديها الفيتامينات بتاعتها وكل حاجة بحيث انها لما تخش مبقاش محتاج ان انا اعمل الكلام ده وابقى خايف من القصة بتاعت الجنين ها هي هتسقط مش عارف ايه كلام من ده ده تجريع للديدان ممتاز جدا طبعا الادوية ديت انا كنت شرحها كنت ماسك كل دوا بالتفصيل و exactly so we can just mange each- mathematics فانا بقول بس عالسريع كده الا выход fol inequalities سارقة كان HASEN تمام اه نبيض جميع الالكس كف طبعا انا انت عندك حاجتين ممكن تدي تجريع بالفم عليه اللي هو الا Cook وممكن تدي اللي هو التجريع اللي هو تحت الجلد اللي هو ال鮨 symbol الي مقصد آداث النور الي مقصدiu عليها الدور في مقل السنور المقصد شذرة新ال ايضاء المصروح اي حاجة انت لقيها قدامك يعني ده رخيص شوية تمام ده تقريبا ممكن بخمسة سبعين جنيه تمام فانا جايبه لان اصلا القطيع انا ماشي دوريا معا بي الليفافلوك وشغال كويس وما باكلش عندي اكل اخضر خالص يعني ما بدخلش خضر خالص ولا برسيم ولا دراوية ولا دراوية سكرية ولا الكلام من ده فنسبة من القطيع بتاعي ان هو ينتصاب بديدان اصلا قليلة فانا بجيب بس حاجة كده يعني اي حاجة كده ايه ارضاءا للذات بس يعني يعني لكن لو انا باكل اخضر لا هاجيب حاجة اقوى من ده شوية تمام احنا كده خلصنا الصفة اللي تحت دي هنخش على فور الفلورميد ده وحش الجهاز التنفسي اهو الفلورفينيكول ادي اسم المادة الفعالة اسم المادة الفعالة فلورفينيكول ده حقنا طبعا تمام وما تنساش ده وحش الجهاز التنفسي الالمادة الفعالة الماده الفعالة لفعالة انا باكل اسم المادة الفعالة عشان الناس اللي بتتفرج عليها من ببرا مصر هتروح تقول لنا حاجة فلورفينيكول ده اسم المادة الفعالة على حسب ما يكون الاسم موجود عندك ايه تمام وحش الجهاز التنفسي اي عدوة في الجهاز التنفسي طب فيها الفلورميد رقم اتنين جنب منه و المادة الفعلة او الخوف و الاتنين دولة وجهاز التنفسي اي عرض جهاز التنفسي لا تغطي اي احد اقل اي اي افضل لديه نيمونيا او التهاب رائوي لديك باب أسترلا وعندك بص كما انت عايز تقول وحشين 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 في الجلس التنفسي أنا طبعا كان فيه الطيلوزين الأردني ولكن خلص من عند العلبة بتاعته تراميت كل الأدوية دي كلها مصر يعني شركات مصرية خش على بعد كوليتريم في منه الأردني كوليتريم كوليتريم بالعربي كوليتريم وما هي المادة الفعالة ترايمي سوبريم مع سالفا ديازين ترايمي سوبريم مع سالفا ديازين هذا هو وحش الجهاز الهضم هذا هو وحش في الجهاز الهضم هذا هو وحش الاسهالات كوليتريم فضيع جدا فيه منه كما اسمه كوليتريم ولكن هذا أردني مستورة هذا كده المصر تماما اصدقائي السهالات مثلا عنده اسهال كان أكلة مش كويسة مش عارف ايه لم يكن هناك مشكلة في الجهاز الهضم تماما ادي كوليتريم وانت متطم طبعا في الحمام بيستخدمه في السلمونيلا يعني البتاع ده بيستخدم فيه السلمونيلا طبعا مرض السلمونيلا في الحمام مرض مميت اللي هو لما تلاقي بوراس بتاع الحمام اسهال ومغدر كده وكلام من ده نفس الكلام في الفراخ كوليتريم كل الأدوية ديت يا جماعة حقا تمام بص الفلوندين مفوته تحطز جنب ديته نحن بص كل الأدوية تطالك جنب بعضها كده الدفلام زي الفلوندين بس الفلوندين أقوى الفلوندين أقوى الفلوندين ده يعني محلول الخفض للحرارة ومضاد للالتهاب بس فيه حتة حلوة قوي ان هو أنتي توكسن يعني هو أقوى لكن الدفلام لا ماهي الأنتي توكسن ده؟ في بعض البكتيريا بعض البكتيريا لما تيجي تديها مضادة حيوي تبدأ البكتيريا دي تتكسر الأجزاء بتاعت البكتيريا اللي بتتكسر دي تمام؟ هي عبارة عن الأجزاء دي لما بتتكسر هي عبارة عن سموم فممكن انت تقتل البكتيريا والخروف أو النعجة تموت منك بسبب أن البكتيريا ماتت يعني فيه أمراض احنا نديها تيترا سايكلين لأن بكتيريو ستاتيك مش بكتيري سيدل فإحنا لما بنيجي ندي الحاجة البكتيريو ستاتيك دي ندي معها الفلوندين يعني هم نحاول إحنا نوقف نمو البكتيريا ونخلي مناعة الجسم هي اللي تتغلب عليها فقط لأننا لو موت البكتيريا تمام؟ يبقى البكتيريا هتطلع أجزاء من حاجة اسمها الاندو توكسن يعني السموم بتبقى موجودة في الجدار الخلوي بتاع الخلية فالأجزاء دي لو طلعت في الجسم هتموت لك الخروف هتعملك بلاوي زرقة خالص فإحنا بندي الفلوندين ده حاجة كأنتي توكسن فهو طبعا أغلى من الفلوندين الفلوندين أغلى من الدفلام ولكن هما الاتنين إحنا عندنا في المزرعة بنستخدمهم كخفض للحرارة بس لما بتبقى الحالة جديدة قوي يعني حالة التهاب رأوي جامدة قوي في مشاكل جامدة قوي التهاب في الحافر جامد التهاب في الضرعة جامد فاهمني كلام من ده أحب أشتغل بالفلوندين أقوى تمام؟ بس أغلى تمام؟ ماشي خلصنا الشلال تحت تلك كلها لا تفضل لي هذا هو مرهم للقوب طبعا كان هناك شيء أشهر منه أشهر منه اسمه المنجي سايد علبة صغيرة لونها أزرق ولكن سأخذنا من المزرعة فأنا لم أجدت لونها هذا يظهر من الأحيانا جدد أن تكون بقع في الجلد وأن تكون لونها أبيض والبقع هناك قشرية وتجد الشعر منه دائماً تلاقي بتطلع في الودان في الوشي كلام من ده نحن بنوع عليه مرض اسمه القوب فيه ناس بتشتغل بالبلدي وبالفلاحي كده انها تجيب قلحة وتحكاها وتحط عليها شوية ملح لمون تحط عليها شوية زيت وسخ من بطاعة العربيات اي افتكاسة يعني لو انت عايز دواء اسمه مينجسايد مينجسايد تمام البصغيرة كده لونها ازرق او اللي هو مرهم من ده اقول له بس انا عايز مرهم للقوب وخلاص تمام مشي عندنا دولت برضو اهو ده عبارة عن يعني زي مطهيرات كده بنرش بيها و بنحمي بيها في الصيف تمام دواء اسمه دايزينون ده طبعا فعال جدا اهو دايزينون ده بيتخفف بالمية وطبعا البيوتوكس بايوتوكس دلتاميسرين المادة اللي اسمها دلتاميسرين دي مادة كويسة جدا وامنة خالص برضو عايز تحمي بيها الحمام حمام عصفير فراخ عندك فاش في المزرعة بتاعتك عندك براغيت عندك اي حاجة في الجلد منبرة تمام سواء اي طير اي طير اي حيوان منبرة تمام بنبدأ ان احنا نطهاره ونحميه بالمادة اللي اسمها الدلتاميسرين دي مادة اامنة خالص تمام بنحاول بنخف مثلا السانت على الليتر ونعمل التحضيره بتاعتنا ونبدأ ان احنا نغطس الحيوان او ان احنا نرش عليه منبرة عندك كلاب عندك قطط عندك المعيث فيها اامل فيها براغيت الكلاب كلاب هالقطط نضيفه احيانا الحمام برضو الحمام هتلاقي فيه مثلا فيه في الريش يوث client هتلاقي الريشة Oh الجدر على الجنبين 殺ش preached وكده اسمها سوثة الريش او الدبان مثلا دبان اسمه دبان الحمام كل كل كلام ده بتعمل تحضيره سيادتك تغطس بيء الحمام مع هذا الرأس آخر شيء طبعا لك الأسعار أنا أقول لك الأسعار طبعا الأسعار هتختلف من مكان لمكان ومن مكتب لتاني بص كده الجين طميسن هذا الجين طميسن طبعا ده بخمسين جنيه أو خمسين جنيه الطيلوفيت اللي هو بتاع التنفسي طيلوفيت بمية خمسة وعشين جنيه الفلوروميد اللي هو بمية وخمسين جنيه بعد ذلك الفلونودين اللي هو بص كام مية واربعين جنيه مية واربعين جنيه الطويل المفعول اللي هو تتراسايكلين هذا بمية جنيه المرهم اللي هو ده اللي هو زي المنجي سايد بتاع القوب اسمه هير باسيد هذا بخمسة وعشرين جنيه تقريباً تقريباً 590 جنيه هذا هو أدوية لا أقلت لك كل الأدوية أدوية الطوارئ أدوية قدامك أعلى بكاملة جديدة لا أفتحتهم لن أتحدث أن أتحك عليكم هذه القلبة قدامك هذه كلها أدوية جديدة سأقوم بتقريباً لأن هناك ناس مريضة أشترك فيديوهات لأن هناك ناس مريضة كما تقوم بتقريباً بشكل مريضة لأن هناك ناس مريضة تستخدم لأن أدوية كانت تغيير بكاملة أدوية جديدة هذه الأدوية جديدة يقوم بتقريباً لها من فوق لجلسة مقفولة لجلسة أحضر المنطقة هذا الفلوندين لا تفتحت لها فلوندين لازقة لا تفتحت المهم لكي لا تطول هذه مجموعة من الأدوية نحن قلنا عليها أدوية للطوارئ لازم تبقى موجودة عندك لازم يبقى عندك سرينجات نضيفة في المزرعة لازم تشتريه سرينجات 3 سم وسرينجات 5 سم ولازم سرينجات إنسولين أو سن إنسولين لكي تحقن حاجات صغيرة مواليد لسه صغيرة سيادتك غشيم سيادتك لسه إيدك ليس وغد على الحقن كويس ممكن يرفص السن الطويل ده يخش في رجليه من وراء يخش في رقابته هتلاقي يحصل عندك التهابات في الأعصاب هتلاقي رقابته رحت ملوية هتلاقي رجلي بقى يزك بيها بيعرق بيها هتعمل لك مصيبة وانت بتتعلم فيه فبعد إذنك استخدم سن إنسولين لو انت مش واحد متمكن في الحقن هذه النصيحة التانية لازم يبقى عندك سرينجات معقمة موجودة عندك انزل اشتري لك 5 سرينجات من كل نوع تمام؟ طيب الحاجة اللي بعد كده عشان فيه ناس كلمتني كتير قوي في الموضوع ده وانا الصراحة مستقمنه جدا يعني بص اخوان انا دلوقتي الطب البطري ده يعني هو ملوش كبير والأدوية والأدوية عموما فيها سبوبة كبيرة قوي يعني انا دلوقتي وريتك ادي علبة 2-3-4-5 مش عارف ايه كلام من ده ادي كام علبة قدامك هو ادي الكام علبة تقريبا بـ 590 جنيه معلش انا انا يعني انا مش بزم في زمت حد بس انا بقولك المعتاد او النسبة الاكبر من الاطباء البيطريين اللي موجودين عندنا بيحاولوا يستغلوا الناس المربيين انا فيه واحد مبارح تمام؟ اتصل علي وقال لي انا عندي كحة عنده تقريبا 5 نعجات او 5 معزات وعندهم كحة الكحة دي ممكن تخف بايه؟ تخف مثلا بعلبة من الطيلوفيت دي تمام؟ الطيلوفيت ده بكام؟ طيلوفيت العلبة بكام؟ بـ 125 جنيه 125 جنيه خلاص؟ العلبة دي تقريبا 50 ملي يعني علبة كبيرة اهيه العلبة دي هتكفي لك بتاع خمسين رأس لو هتحقل منها كل يوم اثنين سنتي تلاتة سنتي عمرها ما هتخلص لقيت بيقول للدكتور طالب مني ألف جنيه بقوله ألف جنيه في ايه؟ قال لي ألف جنيه في الخمس ميازات لمدة علاج لمدة تلاتة ايام عشان عندهم كحة نشفة في القطيع مثلا او لحايا أنا مش بقول ان انا بقول اخونا انا طبيب بشري والناس كلها عارفة والناس اللي اتعملت ما عارفة ان انا دكتور بشري تمام؟ لكن انا بحترم العلم الدكتور البطري راجل على راسي من فوق وراجل درس خمس سنين طب بطري ولكن اخونا بعد اذنكم بلاش يعني ايه؟ يعني احنا برضو فاهمين اللي فيها يعني ما هو انت برضو ما ينفعش انت الجيل العيادة بتاعتي تمام؟ واتحك عليك وعلشان انت راجل جاهل تمام؟ واقول لك بدل مثلا الحاجة دي العملية دي بتتعمل بألف جنيه اعملها لك بخمس تلاف جنيه مع ان ده موجود يعني الموضوع ده موجود في الطب البشر وفيه ده كترة بيستغلوا جاهل الناس وبيستغلوا مرض الناس وبيطلبوا اشعات وتحاليل ملهاش لازمة وكلام ده كل الكلام ده موجود اي مجال فيه الحلو فيه الوحش بس معلش يعني بس معلش بس ما يبقاش الموضوع بالافورة دي ما يبقاش العلبة كلها على بعضها بمية خمسة وعشرين جنيه انت هتيجي تحقلني منها تلات تيام هتاخد مني ألف جنيه كلام اوفر قوي ما ينفعش ان انت تروح لواحد مثلا عنده خراج مثلا الخروف عنده خراج هتفتحه له بسنة مشرط وتفضيه وتحقن فيه شوية محلول ملح بجنتيانة بتاعبه مضاد حيوي وهتدي له مضاد حيوي لمدة تلات يام تقول له خمسمائة جنيه الكلام ده ما ينفعش فأنا بستعين بالطب بطريقة ولكن في الحالات الحرجة في الحالات الحرجة فقط حالات خلاص انا يعني من احنا من اخر كده بقول عليها غلب حماري انا مش قادر ان انا اتعامل لكن معلش في الحاجات البسيطة دي فيه كحة فيه اسهلات فيه سخونية فيه خراج فيه التهاب درع فيه 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 كلام من ده يا عم تبقى هاتف التحصنات انت مش هتعرف تشتري علبة التحصين مثلا علبة التحصين غالية فهتتصل على الدكتور بعد اذنك تعال حصان هيقولك الراس بخمسين جنيه الراس بثلاثين جنيه زي ما هو عايد هي تحصينه في السنة وبتعدي لكن ما ينفعش زي ما باقولك كده كل صغيرة وكبيرة هتروح تجيب الدكتور الدكتور مش هيسمى عليك هيقولك بمتين جنيه تلتمين جنيه ربعمية جنيه او هيقولك تعالى للعياد هيعمل لك كوكتل خلطبيطة يضرب لك ثلاثة اربعة سرنجات في بعض وتلاقي يخد منك تلتمين جنيه وانت عملت ايه انا عارف ان ده رزقه وده هو حر بص اخوانا انا مش بانتقد ومش عايز حد انه بيخش يسمعني كلماتين ما لهمش لازمة كل واحد حر وكل واحد عارف الحلال والحرام انا بانتقد وضع بتاع حاجات انا شايفها انها ما تستهلش يعني معلش لما اجيب دكتور عندي عشان فيه خروف عنده خراج ويفتحه له وابتاع مش عارف ياخد مني خمسمائة جنيه معلش يعني الخراج بتاع البناء ادمين والله ما بياخد الكلام ده انا مش بقلل من الطب والبطري انا لو هفتح خراج وهعمل خياطة وهغير على جرح وكلام من ده مش اخده الخمسمائة جنيه عشان بس ايه ما نعودش بقى اين زايد على بعض ومين اعلى ومين اقل انا مش بدخل الدنيا في الكلام ده خلص منيش دعوه انا قلت المعلومة بمعورد الله حاول قدر الامكان اللي انت تكتهد فيه العلم لان الصراحة الموضوع بقى اوفر قوي والموضوع بقى بالزيادة قوي ناس كتير بتشتكي يقول لك انا روحت واحد جيه جراع للغنم قلبة زي دي كده قلبة زي دي بخمسة سبعين جنيه وجيت ده لهم تجريعتين دمين دي وقال له مثلا الراس بميك جنيه ليه يا عم ليه بميك جنيه ليه تجريع ادها حقنة ايفوماك تحت الجلد وادها ليفافلوك عشرة سنطي ليه بميك جنيه ليه فعشر نعجات بسبعمائة وخمسين جنيه وانت لو نزلت جبت الليفافلوك كامل وجبت الايفوماك كامل والله ما هيكمله 300 جنيه ولا 400 جنيه يعني انت واخد اجرة ايه ده 500 جنيه مثلا ازاي يعني فيعني انتو حرين يعني انا طبعا انا مش بزايد على حد والدكاتر البيتريين كلهم صحابي واحنا كلنا صحاب مع بعض طبعا فيه ناس مش هيعجبها الكلام بتاعي وهي تقولك يا عم انت بتقطع برزقنا ليه ومش عارف ايه وكلام من ده كل واحد حر ربنا بيحاسب كل واحد لوحده وانت ما في ضميرك بقى انت اللي في ضميرك بقى تلبس الزبون اللي قدامك ولا انت بتعمل الحاجة بما يرد الله هل الحاجة فعلا انها تستاهل الكلام ده ولا لأ بس المعتاد انا بقولك المعتاد عندنا في مصر الحاجة في البطري الطاق ثلاثة مش اتنين العادي انا بقولك ده العادي الطاق بيتضرف في ثلاثة الحاجة امه 25 وعشرين هيتقال عليها بخمسة وسبعية الحاجة امه 100 بيتقال عليها متلتمية يعني شوية الادوية اللي قدامك دولت انا عارف ان في ناس في محافظات تانية تمام هيقولك انت ازاي جاي بالادوية بالاسعار دي ممكن واحد شاطر هيعرف يجيب من مكتب يبقى ارخص مني شوية بس دي واحد في المين لكن الباقي هتلاقي الادوية دي هتأغل وانا بقولك انت خدت انت معاك اي انا هخليها لك او عشان تاخدها سكرينشوت تمام وانزل اسأل على الادوية دي او اول واحد جينتامايسن تايلوفيت فلوروميد طويل مفعول وده الفلونودين اللي هو 140 جنيه طويل مفعول والمرهم ادي الاسعار بتاعتهم وانا مسبتلك الفيديو عليهم واخدهم اسكرين خد الاسعار دي وانزل اسأل عليها عند الطب البطريعة اي واحد جنب منك شوف الاسعار هتبقى عاملة ازاي عندك فانا ورتك الادوية وورتك الاستخدامات بتاعتها فيه قائمة تشغيل موجودة على القناة ان شاء الله القائمة دي انا اشارح فيها انا ما جايبلك مثلا الفموكس شرحولك بقى بالتفصيل بتاعه والجرعاب بتاعته والاعراض الجنبية بتاعته وكل حاجة تقريبا كل الادوية دي اتنا الجديد شكرا